السلام عليكم عزيزي الطلاب استكمالا لما سبق هنتكلم على نوع من انواع المعادلات التفاضلية غير الخطية وهذا النوع من انواع الشهياء سمى معادلة بنولي بنولي اكوشن معادلة بنولي هي معادلة تفاضلية غ خطية واضح انها غ خطية الحال ده كله ده مشابه للمعادلات تفاضلية خطية ولكن هنا YUSN معناها معادلة تفاضلية غير خطية لحل هذا النوع من المعادلات لحل هذا النوع من المعادلات هنقسم على YUSN هنقسم على YUSN تصبح المعادلة بالشكل ده هنقض احنا YUSU هنقص ال N وسميه متغيرة الثاني U ونشتق ونعوط معادلة اصلية دي نشتق ال U بالنسبة الى ال X DU by DX يساوي 1 نقص ال N يساوي 1 نقص ال N معادلة بالنولة تعني اكتبها في السؤال القياسية كوزين الجزء ده هو جزء خطي هنقسم الأول على YUSN ثلاثة يبقى Y سنقص ال 3 DY by DX زائد X Y سنقص ال 2 يساوي نقصك X هنستخدم التعويد U يساوي يساوي سنقص ال 2 يبقى DU by DX يساوي نقص ال 2 Y سنقص ال 3 DY by DX هنعوض من جزء ده في المعادلة ده هي نحصل على معادلة تفادلية خطية تعال نشوف اها المعادلة بتاعتنا بالشكل ده بوضع U يساوي Y يساوي 2 قص ال 2 هذا المشتقة بتاعتنا هي نعوض بالمعادلة التفادلية بتاعتنا دي المعادلة دي خطية خلص نكمل نحل على اساس هنا معادلة تفادلية خطية نحسب الميو يساوي والسكام ناقص 2 تكامل 2 X DX هنشوف اهو الميو طلع بكوزين تابيع X خلص نعوض عادي بالY يساوي واحد على ميو تكامل تكامل بقى ايه الميو في G X DX زائد ثابت التكامل اهو دي بايد X U في عامل مكملة يساوي U في عامل مكملة U في عامل مكملة لو يساوي نضع بدأ ده يدين 2 كوزين X إذا U في كوزين طبع B X يساوي تكامل ده تكامل كوزين عادي اللي هو يساوي كام اللي هو يساوي الصين إذن الميو يساوي هذا U يساوي هذا الحد نشيل U ونعوض عن قيمتها Y وصنع S2 إذا يصبح هذا هو الحل العام هو الحل العام مثال ثاني أوجد حل المعداد التفاضلية الخطية دي نفس الكل هنكتب نسم على X يبقى DY by DX زائد 1 على X في Y يساوي 1 على X لين X Y تربية طبعا معادات التفاضلية الخطية هنقسم على Y تربية يبقى وصنع S2 DY by DX زائد 1 على X Y وصنع S1 يساوي 1 على X لين X هنفرض أن Y وصنع S1 يساوي U يبقى DU by DX يساوي ناقص Y وصنع S2 DY Y by DX نعود عن هذا الحد هنا ونعود عن قيمة U نحصل على المعادلة التفاضلية خطية طبعا نزبطنا المسائل الأول هو نحصل على المعادلة التفاضلية الخطية اللي هي نحل نحلها عادي بحيث نحن عندي F X يساوي ناقص 1 على X و G X يساوي ناقص 1 على X لين X نوجد M U يقص تكامل 1 X D X يساوي 1 على X خلاص هنضرب M U في M U في U يساوي التكامل ده تبعزين نكامل احنا ده تكامل ناقص 1 على X تهبية لين X D X نكامل بالتجزيل بالشيئة ده تكامل لين X D 1 على X تكامل بالتجزيل هو ده يساوي 1 على X لين X ناقص تكامل 1 على X مش تقط لين ب1 على X D X لو يساوي 1 على X لين X ناقص وتكامل ده ناقص 1 على X بزائد 1 على X لو يساوي 1 على X تحقص لين X زائد 1 تعال نشوف اهو تكامل ده طبعا يبقى كنا هنا قولي 1 على X فيديو هنضرب كله X يبقى يساوي 2 X زائد 1 في C X ههو نشيل اليو نعود عن قيمتها اللي هي 1 على Y نشوف مسألة تانية اهو يتحل المعدلة التفاضلية دي انا حاول نكتب ها في الصور القياسية نفس الكلام يبقى DY DY BY نقص 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 2 على 3 X في Y يساوي 1 1 على X تربية Y والصرب نقص معادات تفاضلية خطيئة أو معادات بالنولي نقص على Y والصرب يبقى Y والصرب DY BY DX نقص 2 على 3 X Y والصرب يساوي 1 على X تربية نفرض أن U يساوي Y والصرب يبقى DY U BY DX يساوي نقص 3 Y والصرب DY BY DX نعوى في المعدلة الأصلية نحصل على معادات تفاضلية خطية دعنا نشوف هالشكل بتاعنا هنوضع U يساوي صنقة 3 بالاشتقاق إذا هنحصل المعدلة دي المعدلة دي تفاضلية خطية خلي بالك هنا نفس الكلام F X ده هو F X و ده هو G U X خلاص هي معادات تفاضلية خطية حسب نال MU وهو تكامل F X DX X يساوي X تربية لما نضرب MU قيمة X تربية U يساوي ده نقتصر ده مع دي تكامل نقص 3 يساوي 3X نقص 3X زي السابت وعاكده هنقص مع X تربية ونعوض عن U قيمتها Y الصناء 3 تربية تربية